اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالجدي ورح ينتقل للدلو هو في منزلة سعد السعود أغلب اليوم رح يكون وهي جيدة لتوطيد العلاقة والحرية والربح وبرضو للتفريق أما بالنسبة لتأثير القمر حكينا لما بكون بالجدي منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوزعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية البدء بحمية شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح أذكرها هاي كلها لغاية منتصف الليل اللي هي نفس اللي ذكرناها احنا بالأمس وبرضو زوايا اللي رح تصير معنا بعد منتصف الليل بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح تكون هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عنا وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة عشر واثنعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 11 وثلاثة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تصير بعد منتصف الليل فأول زاوية رح تكون هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 9 و35 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار يعني بنفس التوقيت خلو المسار للقمر رح يكون الساعة 9 و35 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 10 و8 دقائق ظهرا وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر حكينا أنه الساعة 10 و8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش بصير موجود بالدلو فعشان هيك منحس بالفترة هاي كلنا بنشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفزيون أو تجربة طعام جديد طبعا أول زاوية رح تكون هي زاوية رح تكون المسا هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 7 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة للقمر لما بكون موجود في الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 7-7 رح يكون في تمام الساعة 4 و37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني ليوم 8-7 رح يستمر لغاية الساعة 6 و12 دقيقة مساء وبعدين رح ينتقل يعني يكون استقر في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المكتمل 15 يوم في تمام الساعة 6 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينيج بيصير عمره 16 يوم نسبة الإضاءة بتصير 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22-7 المزاج منتحس القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو حتى يوم 8-7 المزاج منتحس عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12-7 مزاجه منتحس الزهراء في الجوزاء حتى يوم 7-8 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد بلوته في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول معروف أنه بعطيكم نشاط وبعطيكم طاقة عالية جدا وخصوصا بوجود المريخ طبعا اليوم مزاجه سعيد فبيدعمكم بشكل قوي جدا بعطيكم طاقة كبيرة لإنجاز كثير من الأعمال وبرضو عندكم جراءة عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتكون جيدة على المستوى المالي فممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية أو الأمور المالية أو تهتموا ببعض الأمور المالية وتنجزوها بشكل جيد إما عن طريق عمل إضافي ممكن تحصلوا أموال أو ترتبوا أوضاع مالية أو اقتصادية أو نوع من أنواع ترتيب الميزانية بيكون بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الزهرة موجودة فيه وهي برضو سعيدة فعشان هيك بتدعمكم بشكل جيد على مستوى نقاشاتكم وحواراتكم واتصالاتكم سرعة بديهتكم عالية جدا وبرضو بتعمل نوع من أنواع الثقة بالنفس وعندكم نشاط عالي جدا بيكون ممكن اليوم تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بديه يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء فيها نوع من أنواع السلبية فعشان هيك ما زالت الأجواء على مستوى البيت أو أمور إلها علاقة بالبيت أو بأفراد البيت أو أفراد العائلة أو أشياء إلها علاقة بتصليحات ترميمات أو ديكور أو إحداث أي تغييرات منزلية أو نقاشات عائلية بتكون فيها نوع من أنواع السلبية أو الحدية خلال هذا النهار فبتطلب منك أنك تضبط أعصابك وما تكبر الفجوات وبرضو ما تتعب حالة كثير الفترة الجاية يعني الأغاية بعد 12 الشهر أو 15 الشهر بس ينتهي تراجع وطارد ويستقر تماما بعطيك نوع من أنواع الإيجابية وبعزز العلاقة المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحساسية فممكن تتحسس أثناء تعاملك مع الحبيب خلال هذا اليوم أو تتحسس من تصرف بتصرفه الحبيب ممكن يكون لك ردات فعل سلبية أو عصبية ممكن تنزعج من تصرف أحد الأبناء أو أحد الأحبة أهم شيء أنك تمسك عصابك وما تكبر الفجوة ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يكون لكم بعض الاهتمامات الصحية وممكن يكون لكم إنجازات جيدة على مستوى العمل أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة شوي الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية وهي بتسبب نوع من أنواع التوتر فممكن يكون فيه سوء تفاهم أو يعني تحسس من موقف بيتصرفه الحبيب له الزوج فممكن إنه هاي تخلق بعض المشاكل أو الفجوات ما بينكم عندك تمسك عصابك قدر الإمكان وتحاول إنك تحل الأمور بحكمة ممكن تقلق على أحد الأحبة أو إنه يكون فيه موضوع إلو علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية اليوم اللي شوي يكون فيها نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني بتتعامل بشكل طبيعي أو على طبيعتك أو على حسب مكانتك العملية أو الاجتماعية على مستوى إلو علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو على مستوى الديون أو التحصيلات ولكن أهم شيء إنك ما تكفى الحد بالفترة هاي وبرضو في نفس اللحظة مادة ينحد وحافظ على مقتنياتك من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة يعني ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة ممكن يجيك اتصال من خارج البلاد شوي يكون مهم خلال هذا النهار وممكن أنت تهتم بأمور إلها علاقة بالبحوث أو المناقشات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر زي ما حكينا إنه هو موجود مازال في الجدي فعشان هيك بتكون تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل وخصوصا مع زملائكم ورؤساءكم بالعمل وطريقة التعامل معهم حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالأصدقاء حاول تصحيح العلاقة المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا ومهنيا أو عائليا بتكثر الاتصالات والموعيد خلال هذا اليوم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء اليوم شوي روتينية فيها شوية سلبية في ساعات المساء فعشان هيك منقول لك ما تخلي الأعمال تتراكم عندك حاول إنك تنجزها بالكامل حاول إنك برضو تهتم براحتك وبصحتك بغذاءك وبرضو حاول إنك تأخذ قسط كافي من الراحة إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك مرج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول بيت الشخصية الأجواء جيدة اليوم أنت بتحاول تكسر الروتين وتطلع من أجواء الروتين وتغير الجو أو تغير نفسيتك أو تشحن حالك بطاقة إيجابية أكثر عندك أكثر من مهمة أو أكثر من شغلة حابب إنك تعملها ممكن يحملك اليوم نوع من أنواع المفاجآت السارة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب المالية أو تهتم ببعض المسائل اللي إلا علاقة بالمال إما ديون أو قروض أو محاسبية أمور محاسبية أو مشتريات إلا أهم إنك ما تبالغ بمصاريفك وراقب وضعك المادي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فما زال الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ممكن تتعب أو تنزعج من مسائل معينة أو أثناء النقاشات تحتد حاول قدر الإمكان أنك تحافظ على عصبيتك ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات والحوارات وممكن يكون عندك امتحان اليوم أو مقابلة ولازم تستعدلها بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية هاي بتقارب ما بينك وبين الأحبة وممكن برضو أنه تعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العقارية أو أمور إلها علاقة بالتصليحات أو الترميمات أو المشتريات المنزلية أو يكون عندك مناسبة أو أمور إلها علاقة بأمور عائلية أهم شيء أنك تحافظ على تمسك عصبيتك وما أثناء النقاشات أنك تعصب وتفقد السيطرة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة بتعمل نوع من أنواع المقاربة ما بينك وبين الحبيب وممكن اليوم تفكر بخروجي أو تغيير الجو أو أمور إلها علاقة بالنزوات وممكن برضو يكون لك اهتمام بأحد الأحبة زي أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العملي فممكن تتراكم عندك بعض الأعمال من كثرتها أو ما تقدر تنجزها بالكامل أو يصيب يعني عندك نوع من أنواع هيك الملل مش حابب تنجز بعض الأعمال وممكن قلق من مسألة على مستوى العمل وبرضو فيه نوع من أنواع الأشياء اللي إلها علاقة بالصحة ممكن تظهر على الساحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء الجيدة شيئا ما على مستوى تعاملك مع الشريك خلال هذا اليوم تعمل نوع من أنواع التقارب والإنجازات الجيدة وممكن تحمل نوع من أنواع المصالحة أو التراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الأموال المشتركة فممكن هاي تحمل لك نوع من أنواع التوتر أو القلق على مسألة معينة إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن ما تقدر تنجز كل الأمور أو تعاني من عبئ معين أثناء إنجاز بعض الأمور المالية مثل بنوك أو ضريبة أو تأمين أو قروض أو سداد ديون ممكن برضو تفقد بعض مقتنياتك أو أنه ممكن إذا كفلت حد بالفترة هاي أنه ما يصدق معك ويغلبك في حال السداد أما بالنسبة للبيت التاسع وطبعا القمر موجود فيه ومازال موجود فيه ممكن تنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة ولكن ممكن تظهر بعض الأوراق أو العقبات خلال هذا اليوم ما تقدر تنجز كل شيء بوقته ممكن تحتد أثناء نقاش معين العلاقة بالسياسة أو الدين وبرضو إذا كان الأمور إلها علاقة بالامتحانات أو بالمقابلات بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر في ساعة الظهر راح يكون موجود فيه فبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم إش إنك ما ترتج المواقف والتصاريح كي لا تقع ضعحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات أو بتواجه أمر صعب ومعقد أهم إش إنك تلتزم بالمسئوليات يعني الفترة هاي بيكون فيها شيء واعد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما في أي شيء جديد يعني ممكن اليوم تنشط مع بعض الأصدقاء على حسب طبيعتك وعلى حسب علاقاتك الاجتماعية وعلى حسب وضعك الاجتماعي أما بالنسبة لبيتك 12 فيعني بعطيك نوع من أنواع الإيجابية بيحميك بين بعض المسائل فممكن يعطيك طاقة أكبر لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يعطيك اهتمام بالأمور الصحية عندك فممكن تظهر عندك بعض الأعراض اللي بحاجة بتكون لبعض المراقبة خصوصا صحيا على مستوى أمور إلها علاقة بالالتهابات أو أمور إلها علاقة بمناطق الجهاز الهضمي والأمور العصبية زي القلون والمعدة وأسفل الظهر برج الجوزاء طبعا اليوم أنتو عندكو طاقة كبيرة وبرضو نفس الإشي مزاجكو أريح من الأيام الماضية مشحونين بطاقة عالية جدا وبرضو عندكو رغبة لإنجاز كثير من الأعمال وعندكو أشياء في جدوى الأعمال كل يومية كثيرة بتحاولوا تنظموها بشكل جيد على أساس أنه أنتو تنجزوا كل شيء على أكمل وجه وتكسبوا من الأشياء الإيجابية اللي ممكن نصير معكم اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور على المستوى المالي ضاغطة يعني بتحاول أنك تجد حلول أو بتنهمك بإيجاد حلول أو حل بعض الضغوطات المالية اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن قضايا سابقة أو أمور بنكية أو أمور إلها علاقة بديون أو قروض أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك تقلل من مصريفك وتهدى شوي وتركز بالطريقة الصحيحة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط يعني بيكون غالب عليك شوي عصبية أثناء النقاشات والحوارات ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات خلال هذا اليوم ولكن بيغلب عليك نوع من أنواع الاندفاع أو التهور ما تغامر وما تجازف حاول أنك تراقب أمورك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت مستقرة في نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم مع أفراد العائلة فممكن تحمل لك اليوم نوع من أنواع التلاقي أو جمع مثلا أو اهتمام بشؤون بيتية زي ديكور مشتريات أشياء من هذا القبيل وممكن الاهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى العاطفي فبتحمل لك نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو تنجذب لبعض الأشياء اللي إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الأحبة زي الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك العمل أو تكون الأعمال مرهقة كثير يعني كثير من المسؤوليات عندك خلال هذا اليوم وممكن يظهر لك بعض الأعمال بشكل مفاجئ فعشانك بتحاول ترتب أمورك بشكل جيد يعني حاول أنك تطلع من الضغوطات وبرضه حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى الشراك المالي والعاطفي فممكن اليوم يعني يصير فيه نوع من أنواع المشاحنة أو الضغط أو أمور إلها علاقة بردة الفعل السلبية أو الاستياء من تصرف الشريك وخصوصا الأزواج إما لإهماله أو تقصيره وبرضه في منك رح ينشغل ببعض الأوراق القانونية أو الأمور اللي إلها علاقة بالمحاكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالقمر لسه موجود فيه فعشان هيك بتظلوا عندكوا نوع من أنواع لإنهماك في عادة تنظيم أمور أموالكم المالية المشتركة أهم شيء تخففوا من النفقات وتهتموا بإنجاز المعاملات بشكل جيد أما من ساعات الظهر طبعا القمر بصير موجود في البيت التاسع فعشان هيك يعني بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات الفترة هي بتحملك نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إلها علاقة بالسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعدة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو جيد فعشان هيك برضو مشحون بطاقة إيجابية للتقارب مع علاقاتك ومعارفك خلال هذا اليوم أو التواصل معهم ممكن تطلب المساعدة من أحد الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو هو يطلب منك المساعدة وأنت بدورك بتقدمها في منك رح يصير في نوع من أنواع النشاط أو التقابل أو التلاقي ما بينه بين زملاءه أو رؤساءه بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء روتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا نشاطكم الإجتماعي أو لقاءاتكم أو حركتكم بتكون طبيعية خلال هذا النهار ممكن تتواصل مع أحد الأصدقاء أو يعني يكون في تراقمة بينكم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فبتساعدك على إنجاز الأعمال ما بتخليها تتراكم عندك وبرضو بيكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الرقابل الصحية أو الدوائية أو الغذائية خلال هذا النهار ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو أحد الأقارب برج السرطان طبعا على المستوى الشخصي ما زالت الأجواء ضاغطة فهي بتسبب لك نوع من أنواع التقلب المزاج أو الحدية في الطباع أو ردات الفعل السلبية وبرضو بتصيبك نوع من أنواع الإحباط أو الملل أو نوع من أنواع الاكتئاب حاول أنك أنت ما تخليها تسيطر عليك وتطلع من هاي الأجواء بأي طريقة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب اللي بتجيك إما من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها شبه أعلى من روتينية بشوي يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعزز نشاطك وثقتك بالنفس تنقلاتك برضو اتصالاتك ممكن تغلب عليك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات خلال هذا اليوم أهم إشي إنك ما تعصب وفي منك رح يكون عنده امتحان أو مقابلة أهم إشي إنه يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب أو التعاون على إنجاز بعض الأعمال أو المسائل فممكن يعني يكون في نقاش أو حل مسألة عائلية أو الاهتمام بمساعدة معينة في شيء معين إلو علاقة بالبيت أو العقار أو بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وممكن يعني تهتم بأمور إلها علاقة بأحد الأحبة زي ابن أو أخ أو جار مثلا على مستوى الثالث ومرضو مع أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة برضو بتدعمك على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالمال فممكن والعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية وممكن يعني شوي هيك تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بعلاقة مع زميل أو أحد الأشخاص اللي كانوا يعملوا معك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر مازال موجود مقابلكم حتى ساعات الظهر فعشان هيك بظل فيه نوع من أنواع الاهتمام في حول أمور إلها علاقة بتدعيم شراكتكم بتظل الأجواء فيها نوع من أنواع رومانسية ومشجعة ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة ممكن تظهر بعض الأمور القانونية أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة أو ارتباط بأمور القانون من ساعات الظهر طبعا يعني الأمور بتتغير فممكن اليوم تعيدوا ضبط ميزانيتكم أو إدخال تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك ممكن يطمئن بالك وتفرح للتطور ما فترى جيد لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة وخصوصا القمر لما بكون موجود في البيت الثامن بكون في نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات البعيدة وخصوصا التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور إلى علاقة بالسفر أو أوراق سفر أو معاملات أو الاهتمام بمسائل تتعلق في خارج البلاد ممكن برضو منكم يكون عنده امتحان أو مقابلة أو مناقش اليوم على مستوى جامعي أو على مستوى مؤسسات تعليمية أهم إشي أنه هو يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فمزالت الأجواء يعني تعطيك طاقة أو دافع لأمور إلى علاقة بالسمعة فممكن اليوم يعني يظهر عندك حب للمغامرة أو للمجازة في أهم إشي أنك ما تخالف القوانين وما تعمل شيء يشوه سمعتك وممكن يكون لك نوع من أنواع التقابل أو التلاقي مع أحد زملائك أو رؤسائك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 تقريبا الأجواء جيدة وداعمة على مستوى العلاقات فاليوم بتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين أصدقاء أو معارف ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو زيارة يعني بكون فيها نوع من أنواع الود وممكن تغير من مزاجك أما بالنسبة لبيتك 12 فهو قوي جداً بيدعمك على إنجاز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبساعدك برضو في أمور إلها علاقة بالصحة أو ترتاح صحياً من مسألة معينة بتكون أرقيتك أو ممكن تهتم ببعض المشاكل اللي شوي بدها نوع من أنواع التركيز برج الأسد طبعاً بالنسبة للبيت الأول ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط بما أنه بيت المتاعب ضغط فالبيت الشخصية شوي بيكون بسبب نوع من أنواع الضغط والارتباك وخصوصاً وجود القمر في البيت السادس وبيدينتقل مقابلك فهذا بتعبك أو بضغطك نفسياً شوي وبيعمل نوع من أنواع التقلب بالمزاج عندك أو حدية بالطباع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل أو الدفعات أو الالتزامات وممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالتعديل الوضع المالي أو المكاسب المالية بأي اتجاه أو من أي مكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي بتحمل نوع من أنواع العصبية فممكن تحتد أو تعصب أثناء نقاش أو تتوتر من كثرة الاتصالات أو الحوارات ممكن يغلب عليك اليوم الحركة والنشاط ولكن بتجهد حالك كثير أو ممكن تربك الأجواء حواليك كثير وممكن تسبب نوع من أنواع العدائية احذر أثناء النقاش مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى أمور البيت والعائلة فهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب أو الاهتمامات المتبادلة أو المصالحة أو أمور إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال العائلية أو الأمور اللي إلها علاقة بأفراد العائلة أو الأعمال البيتية يعني تقريبا الأجواء جيدة على مستوى البيت وما يحويه البيت كلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو بتحمل نوع من أنواع الإيجابية للتقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الغرامية خلال هذا اليوم أو تفكر في خروج في نزوة أو نزهة معينة أو نشاطات فكرية تكون عندك وفي منكم رح يهتم بأحد الأبناء أو أمور إلها علاقة يعني بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فإن القمر موجود فعشان هيك منقول لكم إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم طبعا الضغوط هاي على أمور الصحة والعمل بتظلها حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر بينصب اهتمامكم حول تنظيم شراكتكم لأن القمر بصير في البيت السابع لألكم مقابلك مباشرة والشراكة المقصود فيها المال والعاطفة أهم مش أنك تحافظ على هدوءك وما ترتج الكلام أو توجه ملاحظة فخصمك بالفترة هاي قوي وما بيرحم إبتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عداي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الاهتمام على الأموال المشتركة وعلى أمور العلاقة بالتحصيل أو تحصيل الديون أو الأمور المالية المشتركة زي أموال الزوجة أو أموال الزوج أو أموال العلاقة بالبنوك بالضريبة بالتعمين بالميراث ممكن يكون لك نشاط عليها ممكن برضو تنشط بتحصيل بعض الأموال خلال هذا اليوم أو ترتيب بعض الأمور أو الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وداعمة إلك بسرعة بديها عالية للاتصال والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور العلاقة بالسفر أو أوراق السفر أو معاملات السفر ممكن تجيك رغبات للتواصل مع أشخاص معينين وممكن يجيك دعم من خارج البلاد ولكن فيه إشي سلبي اللي هو ممكن تسمع خبر سلبي أو تحتد لأمر اللي عنده مناقشة أو امتحان خلال هذا اليوم على المستوى الجامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعمك بشكل جيد وبتقارب ما بينك وبين زملائك وروساك بالعمل وممكن يعني تنجز أعمال كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء وهذا بيقارب ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يحملك نوع من أنواع المصالحة أو التلاقي مع أحد الأصدقاء أو التقارب ما بينكم أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان يكي بدك تحاول أنك تنجز الأعمال ما تخليها تتراكم وبرضو بالمقابل بدك تهتم بصحتك وبغذاءك وإن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول أنت مشحون بطاقة اليوم برضو عندك ثقة عالية بالنفس عندك رغبة بالتحرك بأكثر من اتجاه وإنجاز أشياء إيجابية يعني بتساعدك خصوصا على المستوى الحياتي وعلى مستوى المظهر أو على مستوى اللبس أو على مستوى التجميل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى أمور مالية فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو يكون لك بعض الاهتمامات المالية اليوم إما لحل مسألة مالية أو لترتيب أوضاع مالية قادمة في منك رح يغلب عليه المصاريف أو الدفعات خلال الفترة هاي وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالديون أو القروض أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة شيئا ما فبدك تدير بالك من الفترة القادمة من نوع من أنواع الضغط أو التوتر أو العصبية أثناء النقاشات والحوارات والتنقلات بيغلب عليك شوي نوع من أنواع الانتقاد أو الرغبة بالانتقاد أو حتى يعني ممكن يكون فيه شوي كلام جارح حاول إنك تمسك حالك ما تعصب وما تحتد وما تجرح اللي حواليك بحديثك برضو أثناء القيادة بدك تنتبه وما تغامر أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة بتدعمك فبتحمل نوع من أنواع التقارب العائلي أو بتظهر مسألة عائلية خلال هذا اليوم تهتم فيها بشكل كبير وممكن يكون لك بعض الأشياء اللي إلها علاقة بأفراد العائلة كنقاش أو حوار أو اهتمام بمسائل إلها علاقة بالبيت أو بالعقار أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقرأ يعني بتظل القمر موجود لغاية ساعات الظهر فبتظل الفترة هاي ممتازة جدا للتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بدك تنتبه لأن القمر رح ينتقل للبيت السادس فعشان هيك بيتراكم العمل عندكم وبتهملوا صحتكم حاذر من تعب صحي أو جسدي بمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع التقلب بالمزاج مش كثير فممكن بس هيك نوع من أنواع الاستياء أو الانتقاد لتصرف الشريك شريك المال أو شريك العاطفة أو إهمال مسألة معينة أو التقصير بحقك في شيء معين فأنت ممكن تعصب أو يكون لك ردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأجواء بتدفعك أو بتخليك متهور شوي في بعض المسائل اللي إلهي علاقة بالأموال المشتركة فممكن أنه اليوم اتجازف في مسألة مالية أو تغامر في أوراق قانونية أو معاملات مالية إلهي علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو الديون لأشخاص شركاء لا إليك يعني أموال مشتركة أموال ما بتعود لك برضو بدك تراقب الأوضاع هاي بشكل جيد وما في داعي للمغامرات أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد صحيح أن الفترة هاي ممكن تسمعك خبر مش مناسب أو خبر شويكم فيه سلبية وممكن تظهر بعض المسائل المفاجئة اللي إلها علاقة بالأوراق أو المعاملات القانونية وممكن شوي تتلبك أثناء تأدية مناقشة أو امتحان بدك تركز بشكل جيد وبرضو ما تندفع وما تتهور بدك تكون دارس الأمور بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض العلاقات أو بعض المعارف اللي ممكن تطلب منهم حاجة أو مساعدة أو دعم لإلك وفي منك راح يهتم بمسألة العلاقة بزميل أو برئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء ضاغط ما زالت على مستوى بيت الأصدقاء فهذه الفترة تحمل نوع من أنواع الإرباك أو التقلب في المزاج أو تظهر بعض المسائل أو ممكن تستاء من تصرف صديق أو من شيء معين أو تقلق بشأن وضع معين لواحد من الأصدقاء وإذا توجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة امسك حالك من الانتقاد أو ما تنتقد أو ما توجه كلام لاذع عشان ما يتسجل عليك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك وبتحمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين أشخاص بكون بشكل مفاجئ ممكن تحمل لك نوع من أنواع الأخبار الجيدة برضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال الفترة هاي وممكن تهتم بشؤون صحية أو أمور غدائية أو أمور إلها علاقة بالرقابة الصحية أو النشاط البدني برج الميزان طبعا بالنسبة لبيت الشخصية البيت الأول لا إلك شوي الأمور في ضغطها فعشان هيك بتحس بنوع من أنواع الضغط أو العصبية أو الحدية بتحس بنوع من أنواع التوتر أو التقلب في المزاج بيكون عندك خلال الفترة هاي وخصوصا بأنه القمر موجود في البيت الرابع من ساعات بعد الظهر يعني تقريبا الأجواء بتصير أحسن وبتحس حالك عندك طاقة أكثر وثقة بالنفس أكثر ونشاط لإنجاز كثير من المهام أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر بتنشط في بعض المسائل المالية وممكن تحقق بعض المكاسب اللي ممكن تجيك يا أما من عمل إضافي يا أما نوع من أنواع المستردات يا هبات يا دعم معين ولكن أهم يشنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء مازال فيها نوع من أنواع الضغط بتظلها مترك وفي نوع من أنواع العصبية والحدية بالطباع لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواء تقريبا بتنعكس بشكل جيد فبصير عندك قدرة على الإقناع وسرعة بديها عالية وبرضو بتكثر عندك الاتصالات والتحركات خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض المقابلات ممكن يكون لك اهتمام اليوم بأخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء مثل يعني الأيام الماضية القمر موجود فيها فبتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بنتقل القمر للبيت الخامس فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة للتقاط الأنفاس بعد العواصف أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية صحيح أنه في بعض الأعمال أو بعض الأمور الصحية ممكن تكون متوترة إلك أو لأحد الأحبة ولكن اليوم تقريبا بتستقر الأمور بشكل جيد ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجز كل الأعمال مرة واحدة وممكن تكثر عندك النشاطات لإنجاز الأعمال فعشان هيك يكون الوضع متقلب هيك وفي نوع من أنواع البلبلة ولكن الأمور الصحية هي أكثر إشي ممكن يلفت انتباهك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وهي بتعملك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ولكن على المستوى العام ممكن تحمل هاي بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقانون أو نشاط في أمور قانونية عند البعض أو إشيء لعلاقة بالمحاكم أو أشياء من هذا القبيل يعني فيه نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينكو بين الأزواج أو الشركاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن في الأجواء جيدة على مستوى الأمور المشتركة أو الأموال المشتركة فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب أو بعض الديون اللي لا إلك أو تنشط بتحصيل بعض الأموال أو تهتم بترتيب بعض السجلات المالية أو الاهتمامات بالمؤسسات المالية زي البنوك والضريبة والتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جداً بيدعمك على مستوى اتصالاتك وعلاقاتك الخارجية مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو التعليم أو البحوث أو المناقشات ولكن أهم شيء إذا كان عندك نقاء مناقشة أو امتحان أو تنقلات على شوارع مفتوحة بدك تنتبه وتركز وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريباً فيها نوع من أنواع الضغط ما زالت على مستوى بيت السمعة فمنقول لك دير بالك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين حاول أنك ترتب أمورك بشكل قانوني وبنفس اللحظة ما تدخل بأي نزاعات أو خلافات ما بينك وبين معارفك أو علاقاتك ممكن اليوم شوي تحتد في بعض الأوقات أو يعني مع مراجع مثلاً أنت بتداوم في شركة أو مؤسسة أو مع أحد زملائك أو رؤسائك بالعمل أو يتراكم عندك عمل أو يتوكل لك عمل يكون شوي في صعوبك أما بالنسبة للبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء أو بتدعمك وتعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت تنشط بنوع من أنواع الزيارات أو التفقد أو التلاقي مع الأصدقاء أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأجواء شوي بحاجة للرعاية ما تجهد حالك كثير حاول تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم وفي نفس اللحظة راقب غذاءك وراحتك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وانتبه لصحتك فإن جد جديد حاول أنك تستشير طبيبك برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول تقريبا بتظل الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم يعني مشحون الطاقة وعند قدرة على إنجاز كثير من المهام بغلب عليك النشاط والحيوية وبسرعة البديهة لغاية ساعات الظهر بعدين بتلاقي أنه في طاقة هيكي ضغطت عليك أو حسيت حالك شوي يعني مش مرتاح وبتحاول إنه قدر الإمكان إنه هيكي تجاري الأمور بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة ما زالت على مستوى الأمور المالية فبتنشط بحل كثير من المسائل المالية وممكن تهتم بسداد الديون أو قروض أو أمور إلها علاقة بالجمعيات أو أمور إلها علاقة بالتمويل ممكن تهتم بتحصيل بعض الأموال اللي ممكن تيجي إياه من عمل إضافية نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه لساعات الظهر فعشان هيك بتظل عندكم نوع من أنواع النشاط في أمور التنقلات والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار خلال هذه الفترة أو تفقد أحد الأشخاص اللي بيعزوا عليكم ولكن من ساعات الظهر القمر بصير في البيت الرابع فعشان هيك بتفضله الأجواء البيتية والعائلية أهم مش أنك تلطف من الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد خصوصا للالتزامات المهنية واهتم بعائلتك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي فبتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن برضو يكون لك نوع من أنواع الاهتمام بأحد الوالدين أو بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فشوي فيه نوع من أنواع الضغط إما أعمال كثيرة أو مسؤوليات كثيرة أو يعني بتنشغل في بعض الملفات أو المعاملات على مستوى العمل أو ممكن تقلق بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الشراكي فبتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينكم وممكن تصل لمرحلة لحل بعض الأمور أو سوء تفاهم تتراجع عن قرار سابق أنت كنت متخده وممكن تحمل نوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحصل بعض الأموال أو تهتم ببعض الأموال المشتركة أو أمور إلها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين أو قروض أو أشياء إلها علاقة بالمساعدات أهم إشي أنك ما تكفى الحد ممكن اليوم تجد إشي كنت تفاقده أو تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بميراث أو بمستردات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء الخارجية هي اللي ضغط عليك يعني فيه أمور إلها علاقة بالخارج أو بالسفر أو باتصالات بعيدة أو بأشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو أشياء إلها علاقة بالدراسة أو البحوث كلها هاي فيها نوع من أنواع الضغط بالفترة هاي فممكن هي اللي شوي تكون ضغط عليك بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأجواء على مستوى بيت الصداقة فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو ردات الفعل السلبية أثناء التعامل مع أحد الأصدقاء أو أحد المعارف بتسبب لك شوي ضوجي هيك أو ردة فعل ممكن تعصب أو تحتد حاول تمسك عصابك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأمور تقريبا جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم بشؤون العلاقة بالصحة أو الراحة ويجعب لك هيك تأخذ قصة من الراحة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك اهتمام بمريض قريب لإلك إما بزيارته أو بعياته أو بالاتصالات للإطمئنان على حاله برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط هيك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو السلبية أو الاكتئاب أو الضغط أو الحدية أو التقلب في المزاج شوي الأمور هيك فيها نوع من أنواع اللبكة عندك أنت مش قادر تستوعبها بالشكل المباشر إجمالا يعني فيها هاي الضغط ولكن بعد ساعة الظهر الأجواء بتصير إيجابية بالنسبة لإلك وبتشحنك بطاقة قوية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى الأمور المالية ففي بعض المسائل المالية مأرقيتك أو مخذ فكرك أو أنت بتنشط فيها ممكن تهتم ببعض المستردات المالية أو بأعمال إضافية بدك تأخذ أنت مستحقات لإلك ممكن شوي قسم منكم يحصل على بعض الأموال من عمل إضافي ولكن بتغلب عليه إما سداد التزامات أو فوتير أو دفعات أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر بعد الظهر رح ينتقل ويصير موجود فيه فعشان هيك بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة وممكن تسفر عن انتفاق أو مصالحة ولكن أهم إيش أنك دير بالك من التوتر ومن العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا روتينية خلال هذا النهار فبتتعامل على مستوى البيت أو مع أفراد البيت يعني بطريقة روتينية ممكن تنجز أعمالك أو اهتماماتك المنزلية بالوضع الطبيعي اللي أنت معتاد عليه أو يكون لك اهتمام عائلي أو ملاقا أو اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زالت قوية وبتدعمك برضو أنت عندك يعني غراميات عالية شوي بالفترة هاي أو العاطفي عندك جياشي شوي عندك حب للخروج أو للتغيير الجو أو للنزوات أو للتواصل مع الأحبة ولكن برضو بيغلب عليك نوع من أنواع اللي هو الرغبي في فرض السلطة إما على الحبيب أو على أحد الأبناء أو على أحد الوالدين بدك تحاول إنك تمسك حالك وما تندفع ورا هاي الأمور اللي ممكن يكون منها إش سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الأدوية أو مراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع ففي نوع من الأنواع الضغط اللي ممكن يكون لصالحك يعني ضغط سلبي ولكن في النهاية ممكن يكون لصالحك أمور إلها علاقة بالشراكة الشراكة المالية أو العاطفية أو تحتد من تصرف الشريك خلال هذا اليوم وممكن يكون لك اهتمام ببعض الأوراق أو المعاملات القانونية أو تنجز بعض الأمور اللي تساعدك في أمور إلها علاقة بقضية ما أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط الأموال المشتركة مربكة بالنسبة للك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر إما قلق أو دعم معين أو على تسوية أو على تحصيل بعض المساعدة في الفترة هاي فبتنشط في هاي الأمور شوي هيكي بكون فيه نوع من أنواع الإرباك ممكن أنه برضو تهتم بأمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالقانون أو إلها علاقة بالأوراق القانونية أو أمور الإقامة مثلا أو أمور إلها علاقة بالامتحانات أو المناقشات الجامعية أهم إيش إذا كان عندك امتحان أو مناقشة جامعية بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة تقريبا روتيني يعني بتتعامل على حسب طبيعتك ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وممكن يكون لك تعامل اليوم مش للكل يعني قسم منكم اللي يكون نوع من أنواع التلاقي أو تقارب ما بينه بين زميل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على بيت الصداقة فعشان هيك فيه توتر إما من صديق أو من معرفة أو من علاقة ممكن تطلب مساعدة من صديق فيخذ لك بالفترة هاي وممكن أنه شوي هيك تمتعد من تصرف صديق فيسبب لك هذا نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا روتينية يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني واهتمامتك بصحتك بشكل روتيني تغذيتك بشكل روتيني ما عندك هالبوادر للإشي الجديد أنك تعمله ولكن الوضع الصحي شوي بحاجة للرقابة إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجدي طبعا بما أن القمر موجود عندكم في بيتكم الأول في بيت الشخصية لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتظلوا أنتم ممتلئين بنشاط وقادرين على إنجاز الكثير من مشاغلكم وبرضو عندكم اهتمامات شخصية عالية جدا لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر بصير في البيت الثاني فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش أنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرع باتخاذ قرار حاسم أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني جيدة بتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتقارب مع أفراد بعزوا عليك ممكن اليوم تدخل بنقاشات أو اللي عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع حتى أثناء النقاشات اللي عندهم امتحانات شوي بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا برضو ما زال فيها نوع من أنواع الحدية أو التوتر بسبب أحد أفراد العائلة إما أنه نقاشات حدي أو توتر أو قلق على أحد أفراد العائلة أو ممكن بعض المستجدات اللي إلها علاقة بأمور البيت أو العقار أو تصليحات ترميمات يعني الأمور البيتية والعائلية هي لمقلقة بالفترة بحاجة لنوع من أنواع التقارب مش لأنواع من الحدية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة وبتقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بمرافقة حبيب أو بمساعدة حبيب وممكن يكون لك تعامل عاطفي أو التفكير بخروج بنزهة أو إشيء العلاقة بالندوات الفكرية وممكن برضو أشياء العلاقة بأخ بابن أو بأب أو أم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فهاي بتدعمك بشكل قوي وبتعمل قدرة على إنجاز كثير من الأعمال وممكن يكون فيه إشي إلو علاقة بالعمل يدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم إما عمل جديد أو تثبيت في مكان عمل أو أمور إلها علاقة بتطوير وضع في ميدان العمل وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية الإيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت أجواء الشراكي هي اللي بتسبب نوع من أنواع الحدية والتقلب عندك فعشان هيك ممكن تزعل أو تحتد أو تعصب أو تتذايق من تصرف الشريك خصوصا شريك المال شريك العاطفي وهم الأزواج ممكن عدم مبالاته أو إهمالك أو أنه مش مهتم فيك أو ما بيشاركك بالرأي أو بتصرف بالتصرفات متسرعة فهذا الإشي بضغطك بشكل كبير ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتساعدك في إنجاز بعض الأمور أو الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أحد الأشخاص اللي بيعملوا في هاي المؤسسات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم باتصالاتكم حواراتكم تنقلاتكم حتى باتصالاتكم الخارجية ولكن اللي عنده امتحان أو مناقش اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وأثناء تنقلاتكم بدكم تنتبهوا أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فهي بتدعمك بشكل قوي وبتقارب ما بينك وبين معارفك وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء الروتينية بطريقة تعاملك أو تعاطيك مع أصدقائك ومعارفك وممكن اليوم تنشط في بعض الزيارات أو التلاقي وممكن برضو أنت اللي يقوم عندك بالزيارة أو يكون لك تعامل غير مباشر مع بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك حاول أنك تنجز أعمالك وما تجهد حالك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة حاول تراقب غذائك وتراقب أدويتك وإن شعرت صحيا بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الدلو طبعا بدنا نبدأ من بيت المتاعب بيتك 12 لأن القمر موجود فيه فمعناته التعب رح يظل مسيطر عليكم ورح يظلوا فاقدين رغبتكم في مواجهة مشاغلكم عندكم نوع من التقلب بالمزاج لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر بصير عندكم في بيتكم الأول فعشان هيك بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك ممكن تمارس جاذبية لا تضاهة للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي بتحمل لك خبر سار وخصوصا من بعد ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى البيت الثاني بتدعمك وبتعمل نوع من أنواع الحلول لبعض الأمور المالية ولكن بالمقابل بدك تنتبه من المصاريف أو الدفعات أو بعض الارتباك بالوضع المالي ما تحاول تجازف ولا تغامر بالوضع المالي بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فما زل تمتلك طاقة كبيرة لالنقاش والحوار والإقناع وسرعة البديهة وبتكثر عندك الاتصالات لدرجة أنه ممكن توصل لمرحلة أنه أنت مرهق من كثر الاتصالات أو الحوارات بالفترة هاي وبرضو من كثر التنقلات حاول أنك أنت ترتب أمورك بشكل جيد وما تتسرع لأنه التسرع بعض مرات بيحدث بعض الأخطاء أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن اليوم تحمل لك مناسبة أو اجتماع أو اهتمام بشؤون عائلية أو عقارية ممكن تهتم بتصلحات أو ترتبات أو بعض المشتريات أو التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو حل مشكلة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي أو لقاء عاطفي أو الحب بالخروج أو نزوة أو تغيير الجو أو أمور الحراقة بالثقافة بالفكر بالندوات يعني كلها هاي بتنشط فيها بشكل كبير وممكن يكون لك تعامل مع ابن أو مع أحد الأحبة أو أفراد العائلة كأب وأم أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت أجواء العمل ضاغطة بتسبب لك نوع من أنواع التوتر إما تراكمه أو قصوره أو عدم التحرك فيه أو بعض الصدمات الاقتصادية اللي شوي ممكن يتأثر عليك أو تأثر على الوضع العملي ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الإرباك مش ضايل كثير لخمستعاش الشهر وبعدين الأجواء بترجع لطبيعتها وبصير فيه نوع من أنواع الإيجابية أو الدعم لا إلك ولكن بدك تراقب وضعك الصحي لأنه برضو بما أنه هذا بيت الصحة أو العمل بيعمل بعض المفاجآت على مستوى الصحة أو التقلبات أو الأشياء الجديدة اللي بحاجة للرقابة أو بحاجة الاستمرارية بعلاج أو مراجعة طبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو تلاقي على مسألة معينة ممكن تحمل مصالحة أو اتفاق أو قرارات معينة أهم شيء أنك أنت تركز بشكل جيد وما تفقد سيطرتك ولا عصبيتك أثناء الحوار وخصوصا ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك صحيح أنه في نوع من أنواع الإرباك على مستوى الأموال المشتركة إلا أنه اليوم ممكن تظهر بعض المسائل للأموال المشتركة تساعدك في بعض الأمور ممكن أمور بنكية ضريبة تأمين أوراق كفالة قرض أمور زي هيك ولكن إذاك تحافظ على أوراقك من الضياع وعلى أموالك أو على بدك تدير بالك من المحتالين أو النصابين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام ببعض الأوراق القانونية أو الأوراق التعليمية أو الأمور اللي إلها علاقة بالجامعات أو المؤسسات أو الدورات التعليمية برضو وممكن بس إذا كان عندك امتحان أو تنقلات بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن حد يساعدك اليوم في مسألة معينة وممكن يكون لك نوع من أنواع التقارب ما بين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط ممكن مستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو تعامل صديق أو ممكن بنكشف لك صديق بالفترة هاي أو بتحط علامات استفهام على صديق إنه إيش الغاية من معرفته أو تقربه إلي بالفترة هاي فلابد الله إله حاجة فعشان هيك شوي هاي بتسبب لك نوع من أنواع الإضطراب إنه ما كنت تتوقع شو النتيجة أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناه برضو في بداية التوقعات لأنه بدأنا من عنده ورجعنا للآخر برج الحوت طبعا بالنسبة للبيت الأول بتظلوا عنكم قدرة أو عنكم طاقة اليوم أو عنكم مشحنين بطاقة عالية جدا لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتصير الطاقة سلبية بيصير عنكم نوع من أنواع الإحباط أو الملل أو عدم الرغبة بإنجاز بعض الأمور بسبب إنه وصول القمر لبيت متاعبكم عما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتحمل بعض المفاجآت على المستوى المالي ممكن تكون إيجابية أو سلبية ممكن اليوم تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالدفعات أو الالتزامات أو الديون أو أمور إلها علاقة يعني ببعض المساعدات أهم إيش أنك تنتبه لأنه في إيش مربك اليوم على الوضع المالي حاول أنك تراقب بشكل جيد وتكون حذر لأنه ما بتعرف إيش اللي بصير حاول تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات وبرضو عندك سرعة بديهة عالية ومقنع بشكل كبير لدرجة أنه اليوم رح تنشط باتصالات عالية المستوى وبرضو حركة ممكن أنه ما تهدأ وتيرتك أهم إيش أنك ما تعصب وما تنفعل وبالمقابل إذا كان عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت أو العقارات وبيعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن اليوم تساهم باجتماع عائلي أو لقاء أو حل مشكلة معينة أو نقاش معين عائلي أو اهتمامات بتصليحات أو ترميمات أو أشياء إلها علاقة بالبيت فممكن اليوم تجهد من كثر الأعمال هاي أو تتعب من كثر ما أنت رح تعمل ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب عاطفي ما بينك وبين الحبيب إلا أنه في لحظات ممكن شوي يعني يصير فيه نوع من أنواع التوتر أو التقلب بالمزاج أو تتحسس من تصرف الحبيب أو ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الوالدين أو أحد الأبناء أو تستاء من تصرف أحدهم فشوي تنفعل وتعصب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي يعني ممكن مراجعة طبيب أو أي شيء له علاقة بالأدوية أو أمور إلها علاقة بالعمل الإضافي اللي أنت بتحاول أنك تنجز أشياء بتكون مو كليلة إلك فشوي هاي بتكون ممكن يكون فيها نوع من أنواع الإرهاق أما بالنسبة للبيت السابع فبدأك تكون حذر اليوم من أمور إلها علاقة بأمور الشراك المالية والعاطفية فممكن تحتد أو تعصب أو تستاء من تصرف الشريك أو إهماله ممكن شوي تقلب مزاجك من بعض التصرفات أو تتحسس من تصرف وممكن يكون لك بعض المراجعات لأمور إلها علاقة بالأوراق أو المعاملات القانونية اللي إلها علاقة بالمحاكم لشأن قضي ما أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الضغط على مستوى الأموال المشتركة فممكن تقلق بشأن مالي أو فوتير أو دفعات أو التزامات يعني تكثر عندك الحسابات خلال هذا اليوم وممكن أمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق تعليمية أو مؤسسات تعليمية أو أشياء إلها علاقة ببعض الأمور اللي إلها علاقة بامتحانات مقابلات مناقشات يعني كلها هاي تقريبا مكون ظاهرة أو أوراق قانونية أو معاملات أمش إذا كان عندك امتحان جامعي أو مناقش اليوم أو مقابلة ما ترتجل حاول أنك تستعد بشكل جيد قبل ما تقدم امتحانك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك اليوم على مستوى بيت السمعة أهم إشي إنك ما تغامر وما تجازف وما تخالف القوانين وما تتأخر عن دوامك ولا عن عملك ولا تدخل بنقاشات حادة مع زملائك أو رؤساك بالعمل إذا التزمت بهذه التحذيرات الأمور عندك ممتازة جدا على بيت السمعة وممكن تسمع كلام إطراء أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات إنه القمر موجود فيه فعشانك بتنشطه بين الأصدقاء أو في لقاءات دعوة حضور حفلة مناسبة لقاءات زيارات أشياء من هذا القبيل بظل عندكم نشاط عالي جدا خلال هذا اليوم على هذا المستوى لغاية ساعات الظهر ولكن من ساعات الظهر بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بدك تتجنب اتخاذ قرار حاسم أو قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة يعني القمر بدي يدخل على بيت متاعبك بدك تحاذر الأفكار السودة والمعنويات المنقفضة وممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك خلال هاي الفترة فما تتفاجأ لأن القمر بما أنه في بيت المتاعب فهو بيحدث مفاجآت غير متوقعة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا